صحيفة روسية صواريخ اليمن تفاجئ الجيش الإسرائيلي وإلى التفاصيل كانت صحيفة أوراسيا ديلي أوراسيا إن الجيش الإسرائيلي اعترف للمرة الأولى بأن أنصار الله في اليمن تجاوزوا نظام اتفاع الصاروخي في البلاد وذلك حسب ما ذكرت صحيفة جيروز آليم بوست اليوم الخميس فبحسب الجيش الإسرائيلي تبين أن الجسم المشول الذي سقط شمال إيلات ليلة الأحد هو صاروخ كروز جاء من البحر الأحمر وأشارت صحيفة إلى أنه في حين أن الجيش لم يحدد على وجه التحديد أن الصاروخ تابع اليمن فقد حاضرت حركة أنصار الله مرارا وتكرارا ضرب إسرائيل بصواريخ باليستية لعدة أشهر وحتى الآن تم إسكاط جميع صاروخهم خاصة بواسطة نظام اتفاع الصاروخي آروا وآروا ثلاثة وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أكد وجوء حادث حيث دخلت طائرة بدون ضيار صغيرة تم إطلاقها من سوريا إلى إيلات لكنها تسببت في أضرار ضفيفة ولم يكن لديها القدرة على إحداث أضرار تذكر أما بالنسبة لصاروخ كروز المعني فهو لم يصب أي مغاني وسقط في منطقة مفتوحة ولكن كان من الممكن أن يتسبب في أضرار أكبر بكثير وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في سبب عدم إسكاط الصاروخ وأن أحد الاحتمالات هو أنه كان صاروخ كروز الذي يضير بشكل مباشر أكثر والذي كان من الممكن أن يفاجئ مشغلية اتفاع الجوي أشكركم على حسن المتابعة والإسقاط ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة